هيدول صبايا لبنان من جمال هالأرز المغروسة على جبل وعلم وشبين تاريخ حلوات بيسيبقوا مسابقات ملكات الجمال فهني حلوين بالمظهر بالروح بالعقل والإرادة على طريق برمينا صادفناهن بروعة الصدفة فشو عم بيعملوا على الطريق؟ فانا دورا، خيار، دورا، لوبة بدرية كله من الأرض عنا من فوق بالشاتوية خالش جامعة عم بيدروس إديوكاسيون جنرال وعم بيدروس علوم اجتماعية بصراحة أنا شايفة أنه كل هون شباب هيدا البلد عم بتسافر لبرة أنا حبت أنه أعمل هيدا الشي أنه خلينا متمسكة أكتر بأرضي وخلينا أكتر اتحمل مسئولية بكون قوية بهيدا المجتمع الآسل اللي هوني حبت قوي حالي وكمان كون متل لغيري أحسن ما يروحوا يتشنشطوا ويزلوا حالهم هيك يشتغلوا بكرمتون ويكونوا قوية وحمد الله البنة اللي قت حالي وكل شيء أنه بيضل أنا حدا حدا يضل علي حدا بيضل معي كمان على البسطة أنا أهلي أنه دوت أنا وسافر لبرة يعني كون بعيدة عنهم فخلص أنه أنا قررت ارتكز على حالي وأعمل أنه طالع يعني نحنا عنا يا أعمل شيء على الطريق نطلع منه يعني خليكم واتمسكوا بأرضكم واشتغلوا شو مكان بعدانا الشغل مش عاب طارف اليوم بأزمة وهيدي الأزمة بتعلمنا أشي كتير بالحياة أنه الإنسان اللبناني الوطني أي كان بلده يعني السوري بيشجع السوري اللبناني بيشجع اللبناني هيدا الروح الوطنية بتبلش من هون يعني مثلا عم تبيع هي غالي شوي كان ب13 و14 نزلتها دغري للعشرة ليه؟ لحتى كمان تشجع ابن البلد كمان يشتري وأنا زبونا أنا بشتري من عندها دايما أنا جيت ساعد رفيقتي كنت نايمة عندها وقررت أجي ساعدها وكتير حبات يعني إذا الواحد كان قد حاله ما مفروض يخاف مثل الزبونات اللي عم يجوا لعنا إنه نحنا شفناكم لبنانية وشفناكم كمان عصباية ومهدومين حبينا نشجعكم الصباية ما بيخافوا لمنوا ظروف حياة ولا خطر طرقات فالحياة ما بتتحمل الجبناء صباية لبنان كلهم إرادة وعزيمة صلبة عم بيتحدوا الظروف ويشتغلوا جاي نهار هن يبقوا وسيسين الفلو يلي سمينا بطائر الفنيق مغلط اشتركوا في القناة